بمناسبة الكلام عن الولاد انت ليه الولاد كنت حريصي انهم يبقوا معاك على الريد كاربت برضو ده مش هديخصك في عشرين عشرين معين الناس بخايفة جدا من فاكرة ان انت تفكر في العين والحاجات كلها بس انا لجأت ان فاكرة ان هو لو انا مثال جيد او الناس بتحبيني بجد ده هيحمل اي او هيحمل العين الوحش ده هيكسب ده ويتيالي ده الرؤون بتاع الحياة بس كانت صورة جميلة وحلوة وطلعوا مفيش حاجة حصل كل حاجة كويسة حصل زي ما انت كنت عايز اه وبعدين عمرهم هيبقوا تاني عندو ست سنين واربع سنين ويطلعوا معايا الريد كاربت مش هتتجرر تاني ايو هتبقى بتعمل ذكرات معاينة ليهم بالزبط وليا يعني ولينا كفاملي او كعيلة قالوا لك ايه بعدها كسفوني جدا ازاي او طبعا عملين نقول لهم الريد كاربت الريد كاربت ايه عام بريد كاربت دي فدخل خلصريريريب كاربت معهم هي دي ريد كاربت حسنة هوا اه احنا اه ده موضوع كبير اوي ينسبلنا على فكرة اه اه للدرجات دي الموضوع ده مهم بس ايه ازاي ده ريد كاربت ازاي هذا ايه تروقا اهي دي طلع خلصنا كده او عايز العباء عايز ذاكر حاجات بس بالنسبالي كانت لحظة موهمة جدا وعملنا بروفات انت هتمش على شمالي وطاهر على بني انا وكنزي وهتلتزم يعني ده برضو كان ليلة عايزة جرب برضو هو هلتزم مش بقى ماسك في رجلي ومش عارف ايه وعايزة فهمهم شغلتي يعني عايزة ويدرك من هو صغير كده في حاجات لما يكبر ان شاء الله ما خيلت من ورا لما نتقدم في العمر ويفهم اكتر اكتر هتطلع قدام هنا هيفتكر او هو هتأثر في حاجة